قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية شهادة مناقضة لرواية جمهة البوليساريو انفصالية وأكد أن العناصر المسلحة للبوليساريو كانت موجودة بالفعل في القرقيرات في أكتوبر ونوانبر 2020 وفي هذا الإطار أبلغ جوتيريش المزلس بأنه منذ 22 أكتوبر مكنت عملية استطلاع المنيرسون بواسطة مروحية فوق القرقيرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة وأضاف الأمين العام في تقريره الذي يغطي الفترة من فاتح جوتنبر 2020 إلى 31 غوشة 2021 أن مراقبي المنيرسون أكدوا أيضا وجود ثمانيات المركبات عسكرية اتنتان منها مزودتان بأسلحة ثقيلة ووفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء في أن الأمر يتعلق بعملية انتشار حاولة البوليساريو تبريرها بما أسمته حماية متظاهرين مدنيين كانوا موجودين بدورهم في المنطقة العازلة ثم تضيف الوكالة أن هذا التأكيد على وجود عناصر مسلحة من البوليساريو ضمن مجموعة تعدادها 50 شخصا بينهم أطفال ونساء يعد دليلا ضامغا على أن هذه المجموعة الانفصالية كانت تستخدمهم كدروع بشرية لعرقلة المرور إلى القرقارات وأكد تقرير الأمين العام أن انتهاكت البوليساريو هذه التي ندد بها المغرب مرارا امتدت لثلاثة أسابيع عرقلة خلالها ما يسمى بيئة المتظاهرين وعناصر مسلحة من البوليساريو حركة المرور بين المغرب وموريتانيا مما حال دون دخول مراقبي المينيرسو كما أحاطى جوتيريش المزلس علما أنه تم إبلاغ البوليساريو من قبل باتة المينيرسو بأن وجودها في القرقارات يشكل خرقا للاتفاق العسكري رقم واحد وحتها على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة اشتركوا في القناة